السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة الدكور والتدفير المنزلي مع أمل حلقة دي اليوم أو فيديو اليوم هو مختلفة على الفيديوهات السابقة بغيت نحذركم نحذر جميع المغربة من عمليات النصب اللي كتوقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاليا سهل علينا أننا نشري أو نبيعه عبر بعض المواقع الإلكترونية كي بعض المواقع أننا مثلا اللي عندنا شعقار أو سيارة أو أي حاجة بغينا نبيعها كيمكننا نديروا الانونس أو الإشعار في هذا الموقع وأن الناس يتصلوا بكم بالهاتف حاليا ولدت بعض الشبكات عن الصابة خاصة الأفارقة يعني الناس اللي عندنا هنا اللي أفارقة إذن كي نصبوا على الناس وهنا غنعود لكم حكاية على صديقة ديالي لو لا لطف الله لكنو نصبوا عليها هذه الصديقة عندي بغت تبيع عقار وبالتالي قالت أنها غتديروه في موقع للبيع والشراء وضعت رقم الهاتف ديالها من بين الأشخاص اللي تصلوا بها تصل بها شخص قال لها بأنه مالي وأنه في الرباط وأنه مستثمر أنه دخل المغرب للاستثمار وباش يطمئنها أكثر أنه قال لي غتتصل بك الأم ديالي عبر الواتساب من مالي باش تهدر معاك تصلت بها السيدة والصورة اللي ورات لي في الواتساب أنه أحد الصورة تعوحة السيدة اللي هي كبيرة وأنها لبسة الباس راقي وأنها مبينا بأنه عندها الداب يعني لبسة الداب وقواتهم وأنها قال سفوها دلاصة اللي راقية بأنها كتبين بأنها لبس عليها ماشي أنها دي رغي الصورة على وجه ديالها أنا تصلت بها قالت لها بأن الإبن ديالي يبغي استثمار ونحنا بغينا نستثمروا في المدينة ديالكم قول لي طريقة الاستثمار في المدينة المهم صديقة ديالي أنها كالتقفية عودت لي هاد شي أنا جيت عند الزوج ديالي عودت لي قال لي علميها بأن الأفارقة هم الصابرة هاد طريقة رادلوها مع الناس بزاف ترد بالها تصلت بصديقتي قلت لها شوف أنا ما عافشن هاد الناس واش نصاب بالفعل ولكن ردي البال يعني تكوني يقضى فيما يخص شنو كي يقولوا لك شنو كي هضروا معاك يعني يكوني يقضى ردي البال كيفاش إذن هنخدوا معها موعيد جوا من المدينة طربات على أساس أنه صيفت خوه عندنا هنا المدينة أنها جا عنده جا عندها بشي يصور الضار بأنه تصل خوه صيفت له تصاور أنهم عجبوا عجبته الضار هي لاحظت بأن الصور تؤخذ عشوائيا ماشي كالطريقة ديال الناس اللي بغيين يشريو الضار لماذا؟ لأنها كانت يعني ردة لبعد إذن مني مشوا يعني قصوا في مكان عام كيتناقشوا وقال لها إحنا عجبتنا الضار تصل بيها تكسير اللي مغرباط قال لها إحنا عجبتنا الضار وبما أنك يعني عندك سيارة أنك تقدري يعني تجيع النطل للرباط وأن نعطوك الفلوس في حقيبة ديبلوماسية هي في نفس الوقت تصلت بي خرجات وتصلت بي قلت لي ياش قالوا لي أنا قلبت على يعني على شبكة الانترنت اللي يقولنا كموجدوا فيها كل شي قدرت عمليات نصب أفارقة قدرت هكا خرج لي بداية القصة اللي معها يعني أن ناس كي يقول لك غالت أخذي فلوس بالأورو ماشي ماشي مصرفة يعني يعني في حقيبة ديبلوماسية وأن فلوس هم أن في الصفارة نفس الشي اللي قال لها بأن فلوس نكين في الصفارة وأن أنا خسنا نخرج ونعطي لكم النص ونعطي النص ونعطي النص وأن ها بالأورو هي قلت لي ونحن ندوز على حسب موطق كل شي يدوز على حسب موطق هنا فلوس خاصة تكون بالدرهم والمهم شعوب قال احنا هم تصل بك فيما بعد قلت لي هم أنا سنفكر مهم في ذاك الوقت قلبت عبر شبكة الانترنت لقنا بأن عمليات نص كثيرة يعني مشابهة أنها وقعت المغاربة ووقعت المستثمرين والحد الآن أنا كنشوف كيف شهد المستثمر هالرجال أعمال مغاربة لأنهم استطعوا أنهم ينصو عليهم بهالطور المهم أنهم انتصلوا بها مرة خورة قال لها رأي الفلوس ديالنا رأي وصلت للديوانة وأننا خلصوا عليها إذن أنا غير رسل لك كواتيقة رسل لك صورة ديال الباسبور ديالي أو جوال صفر وانتي في المقابل غير تعطينا هاد المبلغ حتى نضر 18000 درهم كنضن باش يعني نخلصوا على الفلوس ديالنا اللي في الديوانة ونخرجوها وغضي نخلصوك بما أنها يا قيدة قلت لي لو كان أنا عندي الفلوس أنا ما عندي دار للبيع يواجل لها وشش في الفلوس ومعند وحدين أخرين باش يمكن لنا ونجو ونشر ومعند الدار فبالتالي وصفت لها واحد الوثيقة بأنها من السفارة الغينية رغم أنه كي يقول بأنه مالي من مالي وليس من غينية لاحظتها بأنها كان فرق وأن الفلوس يعني أنهم جوجباليزات عندهم فيهم أشياء تمينة أنهم في الديوانة وفي السفارة محجوزين إلى حين أنهم يخلصوا هو دافع عشر لف درهم وبقى كيسالوه ثمنتاشر ألف درهم إذن هنا قررت أنها تقطع معهم يعني تبلوكيهم وأنها سوف يتحيد من بالها هاد الماليين أنا في نفس الوقت بقيت كان نشوف يعني فيديوهات وطع الناس لو أنها تبعاتهم يعني كيستضرهم وكي ما عطشنو كي يديروا للناس أنهم كي بدو كيعطوهم الفلوس وكي نصبع لهم فلوس وفي التالي كتقول لنت لعطيهم فلوس ما بهمش أنهم يشروهم عندك العاقة وتفكرت في مرة أنني على نفس الموقع اللي تعال البيع والشراء كنت شفت واحد المرة تاعموميكس هذي وقعت يشير بع سنين هذي تفكرت هذي الحاديثة أنا يشف تاعموميكس واحد تمال اللي هو يعني ألفين درهم وهو كيدير يعني على الأقل كتلقي خمسة ألف درهم قلت هي فرصة ربما هذا عنده في الدار بغي يبيعه ما تلاش بغي وصفت الإيميل وقلت لي أنا كتب هو بأن وفمراكش أن كين عندي أنا قريب لي فمراكش أن نعطيه مبلغ مالي خلصك وتعطيه السلعة اللي غن أخذ لا لقل لي أنا ممساليش أنا سميت وأنا مشيت الأفريقية أنا أسكري وما يمكن شيء نخرج غير سيختلي الفلوس بغ ويستر نينيون وهاك أدخلني للشك أنا مهم في نفس الوقت أنا كنت كان أقلب عليك طارق ديال هذا الترموميكس ولقيت بأن الشركة دائرة حذير دائرة حذير بأن إلا واحد قال لكم أن 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 ه يبيع لكم هاد الآلة بتامن أقل فعرفوه بأن هو نصب وفعلا بلغت الموقع ورسلت لهم هذه الرسالة وقيت لهم بأن لديكم عملية نصب خلال الموقع ونشروا بأن فعلا عملية نصب وعملية النصب كثيرة عبر المواقع التواصل الاجتماعي ردوا بالكم رأسكم ردوا بالكم لوليداتكم إذن مثلا صديقتي ولدها بغي تشري التليفون عبر موقع للبيع بالشراء أنا قال لي صيفت الفلوس صيفت الفلوس وما صيفت له الهاتف أن هم شاول الفلوس وحص السيدة من العائلة بغت تكري الولدها في الضار بيضاء عبر هذا المواقع عوض مد بلس الضار بيضاء صيفت لهم الفلوس وفي الآخر ما لقى الكرة لوالو إذن الواحد ردوا البال والخطير هو أنه يتنصب للدراري ولادكم كتبليكم بأنهم رجالسين حداكم ولكن هزين هاتف أو مهم أنهم متصلين بشبكة أنتران شكون هذك اللي كيتصلوا به وكينصب عليهم وخا قدامكم وما قدامكم ولكن رهوما خارجين من ذا ردوا البال يتم النصب على أطفال بواحد طرق اللي هي بشعة إذن الإحطيات واجب بغيت تبيع شي حاجة تحتاط بغيت تشري شي حاجة تحتاط وخاصة مراقبة الأطفال حاولوا تراقبهم وتراقبهم يعني اللي كيدخلوهم ما تقول لي ش بأن ولدك ما تقدرش عليه على الأقل تنبه على الأقل تنبيه تبي اللي توري هذ القصص هذو تشوف يهم ركينين يعني حقيقية كيني ورهم الناس اللي كتنصب عليهم أو اللي كتن يقول لي هصيفت لي صورة ديالك أو صور صور راسك وعطيني الصورة فبالتالي تتم عمليات النصب كنتمنى الله ينجينا وينجيكم من هذ الآفات وإلى فيديو آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر